كنت بسأل على الكليات أو التخصصات اللي موجودة في الجامعة اليابانية على سبيل الحصر هنا عندنا في الجامعة فاكالتي في إنجينيرينج وبيزيكو أبلايت ساينس اللي هي الهندسة العلوم الأساسية والتطبيقية يعني؟ دول دول دي فاكالتي تحتها أربع مدارس كلية الهندسة والبيزيكو أبلايت ساينس والكلية التانية اللي هي الانترناشنال بيزنس أو الدراسات الدولية والدراسات الإنسانية دول الكلياتين في الوقت الحالي جاري العمل فيه طيب كلية الهندسة والعلوم التطبيقية؟ بالضبط كده العلوم الأساسية والتطبيقية الأساسية والتطبيقية دول تحتهم إيه بقى تحصصات؟ تحتهم تسع أقسام فيه متقسمين إلى سكولز أو مدارس أو شعب زي ما هيك تحب تسميهم إنما في الأساس هم دي بارتس مختلفة فيه في كلية الهندسة فيه عندنا فيه كلية العلوم الاتصالات فيه اتصالات وفيه كومبيوتر ساينس والإلكترونيات عندنا فيه قسم في كلية الكيميكال والإنرجي والإنفايرمنت فيه عندنا قسم للهندسة البيئية قسم للكيمياء والبيترو كيميكالز قسم للإنرجي ورينيوبيل إنرجي عندنا فيه قسم الهندسة الصناعية قسم هندسة إنتاج وقسم هندسة صناعية الثمان أقسام دول تحت كلية الهندسة تحت كلية الابلايت ساينس فيه أربعة دي بارتمنت فيزياء كيمياء ماسيماتيكس وبيوتكنولوجي دول بدأوا الجامعة بيهم بدأت جراديوت ستادي ماجستير ودكتوراه وبعدين السنة اللي فاتت بدأنا نقبل مرحلة الباكالوريوس يعني في كلية تانية الانترناشنال الانترناشنال بيزنس ويومانيتس لعلوم الإنسانية دول تحتهم كليتين الدراسات الدولية والدراسات الإنسانية أيوة دراسات الإنسانية اللي هي إيه يعني هتبقى اللي هي لها علاقة بالثقافة وبال يعني خصوات أنترنبولوجي بالزبط كده يعني هم عندكو كليات نظرية في الجامعة هيش نظرية لأنها برضو جديدة بمعنى إن في العلوم الإنسانية حيبقى فيه هيرتج ساينس اللي هو كيفية الحفاظ على التراث وده برضو حقيقة هتلاقيه بيسمى في المشروع الآخر الياباني اللي هو المتحف الكبير إنك تخرجي في المصر الكبير؟ المهندس النظرية مش هتسمعي إليك ديبارتمنتس الأقسام الإنسانيات دي بتخدم على دراسات الهندسية والعملية بالزبط كده هم متكاملين ليه؟ لأنه المهندس الجيد محتاج إلى إدارة جيدة محتاج إلى محاسب قدر محتاج إلى كالشر كالشر الباكجراوند يقدر يساعده على الاحتفاظ بالهوية المصرية هتبقى ما الهوية المصرية والهوية اليابانية يا دكتور؟ لازم لتنين المصرية واليابانية؟ على فكرة احنا شبه اليابانيين في حاجات كتير لا لا عظيم أنا سؤالي على فكرة ما فيهوش أي يعني ما كانش فيه جزء انتقادي أنا بس كنت عايزة أفهم الأمور بدقة يبقى الثقافة المصرية واليابانية بالزبط